مؤسسة البترول الكويتية اتفاقا استراتيجيا مدته عاما مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية يقضي بتخزين 40 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة التخزين التابعة للمؤسسة الكورية في أولسان بكوريا الجنوبية المزيد حول هذا الموضوع في السياق تغرير الزميل فيصل جاسن اتفاقية استراتيجية مدتها عامين مبرمة بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية تغضي بتخزين 4 ملايين برميل من النفط الكويتي الخام في منشأة أولسلام بكوريا الجنوبية تم اليوم لها الحمد توقيع اتفاقية بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط الوطنية الكورية اتفاقية تخزين 4 ملايين برميل من نفط الكويتي في كوريا طبعاً الاتفاقية هذه كانت نتاج عمل ضخم من المجموعتين سواء في الأخوان في شركة النفط الوطنية الكورية والأخوان في قطع التسويق في مؤسسة البترول الكويتية سيكون تخزين تقريباً 4 ملايين برميل وهذا سيعز من تواجدنا في السوق الكوري نحن في السوق الكوري من 1964 ونحن من أكبر المزاودين للنفط الخام والمنتجات في هذه السوق الوعدة وتعطي عوائد متميزة نحن هذا التخزين سيثبت وجودنا في هذه الأسواق سيعزز من مكانتنا سنكون منافسين أقوياء في هذا السوق وإن شاء الله نحن نتطلع لكثير من التوسع هذه الاتفاقية بمثابة توطيد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لا سيما أن هذه الاستراتيجية تجسد التخزين الاستراتيجي للنفط الخام بالقرب من الأسواق الحيوية هذه الاتفاقية تعزز قدرتنا على الاستجابة لتوريد الطاقة في حال حدوث أي أزمة لا سيمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الأقليمية كما توطد هذه الاتفاقية الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين والتي تعود لعام 1964 حيث أننا حاليا نقوم بخطوة استباقية نحو تقديم الخدمات في مجال الطاقة وهذا من شأنه تعزيز العمل من أجل أمن الطاقة في المؤسسات النفطية التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة يعود لعام 1964 وهو الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية المتبادلة حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الخام الكويتي العلاقات النفطية الكويتية الكورية ترجمت بهذه الاتفاقية لتوطيد الشراكة التجارية والاستراتيجية كخطوة استباقية لأهداف تجارية ومالية لإمدادات الطاقة في أسواق المال العالمية فيصل الجاسم قناة الأخبار